صباح الخير لبناتك كنتمنى تكونوا لابتكن احوالكم كلها بخير والاخير فيديو ديال اليوم كما طلبتوا مني بزاف منكم بغاور روتينات بغاور كيفش كندووز نهاريا كامعة ولداتي مرحبا والف مرحبا على رسو عينيا إذا وصلتوا هذا الفيديو هذا الالف لايك سوف نبقى ديما نبرتج معكم هذا النوع دياللي فيديو وشنو كان طيب وشنو كان نوجدها في كوزينتي مهم حاجة واحدة كنتفقوا عليها كامل احسن حاجة تفقى الصباح لوح الكوزينة القيامة لم يكن لما على روينا يا سلام ونصاب حراشقالية خاصة اني البرح ضربت تمارا يعني وجيتش حم حاجة الحمد لله تش حاجة مكدع ودابا هالكيكا يلبنت ديالتفاح وكريم باتيسير نار يلبنتش هكا جيبنينة كاتح مقدم صراحة اللي ما صورتش لكم ولكن كما قلت لكم شجعوني بلي لايك ديالكم وغادي نبرعكم هكا شهيوات سهلة واقتصادية والاهم انها ناجحة مهم كما كتشوفو هكا نحطيك طريفات كل واحده طريف دياله وكيف ما كتشوفو يعني غنبقها كنوجد بحويجات اللي مبساط الشي البنات مليك توجدي شي حويج مثلا بالليل وكي يكون عندك الوقت كي يبقى لك النهار ديالك يعني حتى مليك تنوضي الصباح كتوجدي واحد طبيلة ضغية ضغية مليك تاخدش منك بزاف ديال الوقت مهم هاني كنوجدك اقدامكم كما كتشوفو را كل شي باين را الفيديو موضح راسو وبغيتها كنوجيه واحدة رسالة لبزاف لبنات خلاوليها في الكومنتر كيفاش تغلبتي على الخوف من السياقة كيفاش انا كوليسي كد زعمي كيفاش والله البنات ما غنقول لكم هاد الهدرات دي من القلب او كنهضر معاكم بحل كما كتنهضر معا راسي صراحة ديالله اغلب يدي العيالات كتلقى راجلها عندو التنوبيل و التنوبيل محتوطة في الباب من الارسة الامترى موضح المسكوات من الارسة الامترى مرسا خلاوليها تبا وتجريك في الطاكسي و التنوبيل واقفة تجريك للطنوبيل و انت جريكا في الطاكسي وانا اتوقع لي تنوبيل في الباب و انا بجريكي في الطاكسي كتغلالي الحجرة و الفقصة و الغداي و في الخطر و استخدام بقى الحال من الخاطئ ايضا تحقير لانا بذكي يقولك العيالات ماشي صواقات العيالات هادي لخصي العيالات عندهم اعلى المراتب ولكن ما كانوا في المستوى لانا هم يقدروا يصوقوا ما كانش الدولة انها غادي سعطيهم الحق انهم يدوزوا البرمي يعني متخافيش والخوف ركيب قاش حاجة طبيعية ركيب في طنوبيل دير الموسيقى دير القرآن دير حاجة اللي انتي ترساح فيها سدع لك الجنجر تاح وتصمت المخط وما تسوقي للك لاكسون لا تشي حاجة سوقي بشوية عليك ش ديلي من ديالك بعدي من الطنوبيل السمس بقيش ملاسقا معاهم انا طبعا ماشي غادي نعطيكم يعني القواعد دير السوقان ماشي انا في واحد المكان اللي انا نعطيكم قواعد ولكن انا غادي نشارك معاكم يعني تجريبة ديالي كان ديما رجلي كيقول يش دي الفولون كما كان قولو العشرة وقس ماين مشي دي الفولون تي كتلعبي ولا وبالنسبة لواحد الحاجة وواحدة اخرى كتعاون بزاف هي الطنوبيل الجديدة لكن عندك زي مشارك اللي كيساعده كيعاون كيعطيك الطنوبيل الجديدة لان جديدة كتعاون بزاف انا كيكتحيدي الدهشة كتحيدي الخوف لانك تكون مساعدك بزاف بزاف ماشي بحال القديم وبالنسبة لحواديس را كيبقى وقضاء الله وقدر الله يبعدهم علينا والله ينجينا منهم والله يكتبهم كتب عنا ما كاتب الخير لان شي مرات كتكون يحطى الطنوبيل يكفي اماني الله وحفظه والله يستر كيجي شي واحد وكيخبطها لك كتكونوا هكا عرام ديال الطنوبيلات في الطريق والله يستر كيكونوا عشرات من يام دروبين كاملين الله يستر كتب عنا ما كاتب الخير اللي بغيتكم بغيتكم كاملين 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 كيما كتلكم تنوضوا وتشجعوا تزعموا دوزوا البرمي كان قولها وكان عاود نقولها البرمي إلا فاتك الوقت دياله محد عقلك صغير محد العقل خاوي محد الصغور محد تشوف محد بزاف ديال الحوش دوزه وخلي عندك أما الطنوبيل يعني يجيبها الله في أي وقت بعدها تكون عندك البرمي ديالك يكون في الدك أما بالنسبة للبنات اللي عندهم رجالاتهم عندهم طنوبيل عندهم الإمكانيات وعندهم الفلوس كتبوك ماشي وقتوراج لي كيسو قد لاختي أنا كنشجعك من غدا سيري تسجلي في شيء وطيقون وبداية البرمي ديالك غد ينفعك بزاف زاف غد تحسيب تقى بالنفس غد تحسيب حياة كتبت لات غد تحسيب بزاف ديال الحوش ديال الحوش ديالي سهالوا عليك رأي البنات غد ما تضحكوش أيها تقولوشنو علاقة تقى بالنفس بالبرمي اعرى بزاف ديال الحوش أي حاجة كنت تعلموها وكان ولي وكان مرسوها وكان ولي كتنفعنا في حياتنا وكان ولي أنني كنسهل علي حياتي بطبيعة الحال غد تعطيني التقى بالنفس وغنكون واتقى من راسي وثابتة وعارفة شنو كان ديال ماشي بحالي لسي قاطنو نوبلتي وغد ينقضي غراضي بحالي لوقفة وشدهون دولة طاقسي وكانت جرجر مع الولاد ومع الدراري ومع التقل ومع بزاف ديال الحوش ومعين كنتمنى أني نكون وصلك لكم الميساج من القلب ديالي الخالص هدي فيديو تصوير خفيف هكذا من دينة خنيفرة وتحية الخنيفريات اللي ما عايشينش في خنيفرة قبلو على التصوير راغي والدي اللي كان كيسور وكانتمنى كانتمنى أنه زي ما يكونوا عجبكم هذا النوع دياللي فيديو خليكم ده بغنرجعو للدار قديس غراضي وغنرجعو نجدو مع بعديتنا واحد الغديوة اللي هي الساهلة بزاف زاف وأهم حاجة أنها ناجحة كما تلبتمني أني بقى نشارك معكم الوصفات اللي لقيت بزاف دياللي اقبال لهذا الفيديو إن شاء الله غنشبعكم وصفات ناجحة هناخدو هنا واحد الكمية ديال البطاطات قريبا واحد ربعا ديال البطاطات سنسلقوهم بالقشرة ديالهم من أحسن البطاطات البيضة وغنمعسوها مزيان وشنو هنزدو على شوير القصبورو مع دنوس هكا واحد ثلاثة دريسة ديالتومة ومليحة البزار الكامون تحميرا وحاولوا ما أمكان أنكم ما تكتروش العطرية بزاف والبطاطات اللي بنادي المعقودة إلا بغيسوا تجيكم بنينة وناجحة ما تديروش في هالبيض يعني هدو هم المكونات فقط هاد العطرية فقط وتمعسوها مزيان 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 خلطوها أنا نخلطها بيديها مزيان مزيان بشكل مكونات إنسا جموا مع بعدياتهم مزيان وصفي غادي تدرون بحلقة كويرات كما كتشوفو اللي بغا غلايدا يديرا غلايدا ولي بغا رقيقة يديرا رقيقة وصفي قد تخلوهم يرتاح ويبردوا أهم حاجة في المعقودة وبالزاف اللي بنات اللي ما كنت نشحش معهم هي الدقيق فاش كان نديرو المعقودة شنو غنحتاجوا فيه؟ غنحتاجوا فيه تقريبا واحد الكسونس ديالتحين اللي بنات تركزوا معايا لأن هاد الخالط هدا هو اللي كي نجح لنا المعقودة غنحتاجوا واحد المعالقة كبيرة ديال الخميرة معجونة أولا الخميرة حبيبات وغنحتاجوا الأهم حاجة هي هي الخرقوم أولا الملوين من الأحسن يكون ملوين باش كيعطينا هادك اللون يكون زوين لأنه بزاف ما كيعرفوش إما كتفرق عليهم إما كتشتتها كتفرق عليهم إما ما كتتحمرش ما يمنع تكم الطريقة نيشان هنزيدو عليها الملحة هنتو ما كتشوفو يعني الفيديو راشار حراسو وغنزيدو شوية ديال البزار يعني بالأحسن ما تدروش دروغين ملحة بو حديتها والخرقوم وبيضة البيضة البناس ما كيدارش في البطاطا كيدار في الطحين سافئ وكنجمعوها كايا بالماء يكون دافي مدم أنا درنا الخميرة الماء دافياكم الخليط كيكون خاتر شي شوية ما هو بحل الكيك ما هو بحل البغرير يعني كيكون شي شوية خاتر وكنحاولو أننا من الأحسن أنكم توجدو هاد الخليط هادا أنا حيتش منزل ما بغيتوش توجدو هاد الخليط هادا وتخليو هيرتاح عاد نودو توجدو البطاطا يعني والحوشو هادا كيما كتشوفو هادا والخليط هكوا كيكون كنغطوه وكنخليو هيرتاح تقريبا على الأقل واحد من الساعة أو لساعة على رب خصوصا أن الحال بارد بزدف ما كرتشة البنات تجربوها لأن والله البنات إلي كيدي بنينة 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 حسن من المعقودة دي لزنق السينيما واللي جربتها بغيت تترجع في لي كومنتر وسعر وتردع لي الخبار لأن كيما كتلكم هاد الخليط هادا هو السر باش أن المعقودة ديكم ناجحة المهم طريقة دي اللقلية يعني أنا دبات تبعت لكم معقودة مع بعديتها أما أنا را خليسها ترتاح سافي كتدوزوها بحل هكا في ذاك الزليفة يعني كتغمسوها في ذاك الخالط كامل سافو كتدرو الزيت تكون سخونة مزيان وكتقليوها يعني عادي أنا بالنسبة لي كنحاول أني نحمرها مزيان كيلي كيبغيها كتكون غيد هبية من بكل واحد يعني القلية كيبقى على حسب كل واحد ما كترونو متش حاجة يعني كتقسزو بالفورشاتة تحاولو أنو تخليوها تسقطر وصفو كتقليوها عادي جدا والصراحة يا البنات مش هي تكون فيها كيجيبنين أنا بعدها كنحمق عليها وما كتكفاني لوحدة لاجوش كنوكوشي أشراكك ميما كا غنستمرو وغادي نشارك معاكم دابا واحد طويجين ديال الكروفت بمطيشة اول ونشارك معاكم حسا شلادة ديال لبات بطون ودراو المايز ميما انتم ما كتشوفوا الدراو المايز حسنا الله يهديك ميما لبنات كم ما قلت لكم إذا عجبوكم بحال هذه الوصفات هذا وبغيتوني بقى نشارك معاكم خليوا ليها في كومنتر وعلى راسي وعينيها بالنسبة للشلادة ديال لبات شنو كنحتاجو طبعا اما تدروا الروز اما تدروا لبات انا هنا سلقص تقريبا فيت واحد شوية ديال الرابعة ديال لبات عندي المايز نراس فيتها من ذاك المايز المزيان وشللتها غير ديال اسموني مش عارفوا القياس يعني استعملت تقريبا واحد تلتمية قرام معا حكيية كاكك ديال الدرا صغير ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يجب ان يرتاح و يبرد مع عرصه من ما وجد طواجينا ديالي يعني شهد البناس هاد الاغذار كي يوجد بزربة دغية دغية كما كنت لكم غن ندروا الملحة والمزار وصافي بالنسبة للطاجين ديال الكروفيت غن نمشارك معكم حتى هو الطريقة دياله اللي كتجي سهل ومسطة بالنسبة لي انا كان كتر اهنة شنزد شوية ديال كاشر محكوك يبقى اختياري تقدروا تدروا السريمة تقدروا تدروا البيض مسلوق ومحكوك تقدروا تدروا اي حاجة وزويتها بالدية اللي بغى يزيدها يزيدها طبعا يعني كتبقى اختياري وعدي اشلادة دينا منعيشة وبنينا بالنسبة للطاجين شنو غن نحتاجو غن نحكوه تقريبا واحد جوج ماتايشات وضجوج دريسة ديالتومة البناس بالنسبة لها الطاجين من الاحسن انه ما تكتروش فيه ماتايشة يعني كان احسن غير هو انا رجلي كيبغيش فيها كي يعجبو يدووذ يعني القام ريقة بالنسبة للكروفيت راح منقى هنا عدني شوي القصب ورمعد نوس ورق سيدنا موسى مع القاديل سلصة طماطم تحميرا الملحة الوزار الكامون والزيت البلدية وشوية ديالهريسة كتبنيناها كامعة الحوت سوفي غن نزيد هاد العطرية كاملة على طويجينة ديالي وزويسة بلدية وغن نديرو يتقلى مزيان مزيان حتى تشحر ليه ويعني ديخاتر ديكلاسوس كما قد لكم مل احسن كان احسن يتبغو تديرو تاجين ديالكروفيت بما تكتروش ماطيشة تكون قليلة بزا في اني حبة ديالكروفيت رها كافية ملي كيتش حنك نزيدو ليدوك الحبة ديالكروفيت طبعا النات الكروفيت من الاحسن انه قد ما تحيدو واحد العريق كيكون فيه من الفوق خضر هو اللي كيكون عطي واحد الريحة مزوينش مهمة دياغ ديوا ديالي كنتمنى انها تكون عجباتكم ومتكونوا عكاد وستو معايا وقيت وبدلنا عكا شاشية من الوصفات الطبيعية ومن نوع ديالفيديوهات اللي مهالفين معايا كنت سنالي لايك ديالكم وليكمونترز بنا ديالكم